من أهم التعليقات يلي سمعتها مثلا على أنه الاراء الاتهامي ما فيهあدلة إلا الاتصالات يعني الدليل الظرفي الوحيد يلي هو الاتصالات هذا كلام غير صحيح حتى جزء الظاهر من الاراء الاتهامي في بعض الادلة غير الاتصالات بس الادلة غير الاتصالات موجودة بالأجزاء الأخرى من المنشرة بعض من الاراء الاتهامي وهذا يلي بيفسر قول رئيس المحكمة من يومين بتصريح إله بقوله أنه يجب أن ينشر القرار الاتهامة قبل بدء المحاكمات تتكون كل الناس على بيّنة من كل الأدلة الموجودة بها القرار الاتهامة تقعطي بس مثل صغير عن بعض الأدلة الغير زرفية الأدلة المباشرة الموجودة حتى بما نشر من القرار الاتهامة بروح عن نقطة 52 بالصفحة 18 مطرح المبيحكي عن وقد عثر على بعض أشلاء الانتحار التي رفعت من مسرح الجريمة هذا الدليل طبعا غير ظرفي أبدا وأثبتت تحليل الجناية أنها تعود إلى ذكر وليس إلى أبو عدس هذا واحد من الأدلة على وجود أدلة غير ظرفية في الجزء الذي نشر حتى لهذا من القرار الاتهامة على سبيل المثال للحصر القرار الاتهامي من نقطة 3 صفحة 3 ما نشر منه يقول وتستند الدعوة ضد المتهمين في جانب كبير منها إلى أدلة ظرفية مضبوط والأدلة الظرفية التي تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين يلي ما عجبوه للسيد حسن بس من الاستنتاج والاستدلال المنطقيين موجودين بكل العلم الجنائي يعول عليها في معظم الأحيان أكثر من التعويل على الأدلة المباشرة التي يمكن أن تتعرض لفقدان الذاكرة المباشرة أو لالتماس الأمر على الشاهد العيان وفي القانون مبدأ مسلم به يفيد بأن الأدلة الظرفية مماثلة للأدلة المباشرة أنه فيش حدا بيختلف بعد تاني وبيشيل أمبلي هاكي وبيكب بعد تاني بموقف مقتصب ناس وسيارات بيقول سيد حسن هلأ نحن عم بيشك فينا طالين على علي بتنبعت رسالة بك يا سيد حسن من برح بثلاثة بثمنتعش كنون التاني تحديدنا 2011 يعني من قداش بيطلعوا هادي من خمسة شهور كنون التاني ستة شهور سبعة شهور من سبعة شهور أنه وقت نزل الشباب بالقنصان السود يوم التلاتة المشؤوم أنه هي أول مرة بتبعته رسالة حدا